فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه نعم بقوله تعالى وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يعني لا تعترفوا للمسلمين لأنهم على حق وأنكم على باطل لأنهم سيحتجون عليكم أمام الله سبحانه وتعالى فاكتموا هذا لألا يتخذ حجة عليكم وكذلك بعض العلماء قد لا يبين الحق وهو لا يعمل به هو لا يعمل به فلو بينه لا الناس احتجوا به عليه وقالوا أنت لماذا لا تعمل بعلمك لماذا أنت تخالف ما تعالى فهو يكتمه خشية أن يحتج به عليه فهو يكتم العلم إما لأجل البخل به وإزدراء الناس وأنهم ليسوا في مستوى يستحقون التلقي منه التلقي منه ومن هذا العلم أو يكتمه من باب الخوف على دنيا أو يكتمه لألا يحتج به عليه لأنه يقول ما لا يفعل يقول ما لا يفعل قال رحمه الله وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم نعم من هذه الأمة يبتلى بهذه الأمور طوائف هو من أخلاق أهل الكتاب لكن قد يبتلى به طوائف من هذه الأمة ونحن لا يعنينا أننا نذم أهل الكتاب نعم ونذكر مخازيهم هذا شيء ثابت ولو لم نذكره الله سجله عليهم لكن المقصود أننا نحذر النسل كسبيلهم أو نتشبه بهم هذا هو المقصود نعم قال وقد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه نعم يقول الله إلا يصيروا مثلنا خلونا نصير حن البارزين نعم لو علمناهم نافسونا نعم وتارة اعتياضا عنهم برئاسة أو مال أو يكون على منصب ويأتي أشياء من الناس فلو أنه بيّن الحق لن قطعت هذه الأمور عنه فيخاف ويظن أن هذا هو مصدر رزقه لأنه لا يتوكل على الله ولا يعتمد على الله والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص معله أي نعم وتارة يكون قد خالف غيره في مسأله أو اعتزى إلى طائفة قد خلفت في مسأله فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل نعم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم عليكم ليوحاجوكم به عند ربكم فهو على خطأ وعلى وعلى مخالفة ولو بيّن الحق لا انكشف أمره واحتج الناس عليه بعلمه فهو يريد أن يتكتم أو يكون هناك طائفة هو يصاحبها ويميل إليها وهي على ضلال فلو بيّن الحق لانكشفت هذه الطائفة التي هو يشفق عليها وكل هذه أمور مذمومة وهي من أخلاق أهل الكتاب ومن وقع فيها فقد تشبه بأهل الكتاب نعم